اشتركوا في القناة فهذه لعبة تحكي شرك اليونان القديم الوثني وتربي الأبناء على أن الكون له آلهة متعددة وأن هناك صراع بين الآلهة وأن الآلهة أولمبوس قد أرسلتني وأن الآلهة أهملت نفسها بعد عشر سنوات من المعاناة والمرض ظهرت أخيراً للوجود آلهة مريضة وآلهة غائبة وآلهة تتعارك وآلهة تختفي عن مسرح الحياة ثم تعود مرة أخرى إلى الوجود من الذي يدبر الكون من الذي يحيي ويميت من الذي يبدئ ويعيد من الذي يعطي من الذي يمنع من الذي يخفض من الذي يرفع من الذي يرزق من الذي يدبر أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون لو لم يكن إله فماذا سيكون الحال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً إن أمسكهما من أحد من بعده إن أمسكهما من أحد من بعده لا أحد يمسكهما إلا الله ثم بعد ذلك يجعلون لهذه الآلهة ولهؤلاء الأبطال الذين يحركهم اللاعب قدرات قدرات على ماذا؟ إرسال الريح العواصف إنزال المطر الإحياء الإماتة الصواعق إلى غير ذلك من أنواع الإيجاد والإعدام وهذه قضايا من أساسيات التوحيد الربوبية فمن الذي ينزل المطر؟ ومن هو المحي ومن هو المميت ومن هو الرزاق؟ من الذي يرسل الرياح؟ سبحانه وتعالى وهكذا يحولون القضية أيضاً إلى تعدد الآلهة وأنه ليس هناك إله واحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلقه ولعلى بعضهم على بعض وهذه قضية صراع الآلهة الموجودة في الألعاب سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وآكذا يجعلون الإله ينزل من السماء ويقاتل على الأرض وآلهة تتصارع لقد جئتم شيئاً إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى وهذه مانحت الآلهة القوة وهذه ستر اللاعب كيف يقتل الآلهة وهذا الصراع بين أهل الأرض وأهل السماء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً لقد وصلت الخسة بأولئك القوم إلى أن يظهروا الإلهة ينزلوا من عليائه لكي يقارف أنواع الفحش في الأرض سبوا الله سبوا الله والله سبحانه وتعالى حليم يؤذيني ابن آدم يسبوا الدهر هؤلاء سبوا الله مباشرة هؤلاء الذين يصورون الملائكة في ألعابهم السوني بلاي ستيشن على أنهم نساء بنات وأن الملائكة تنزل على صور نساء جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون ستكتبوا شهادتهم ويسألون شكراً لكم